السلام عليكم مرحبا بكم مع يوم جديد كنتمنى تكونوا جميعا باخر وعلى خير انتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو نبدأوا بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اليوم غادي نشارك معكم هاد المخيم رات المعمرين كي يجي وراء بحشوة يديدة كي يجي وصغير وراء كيف مما كتشوفوا والاهم ان الحشوة ما كتخرج لكم العجينة غادي نعطيكم الطريقة كيفاش كنجمع العجينة وكيفاش كتخرج يعني رائعة كيعطوكم خمرات مذهبين وغاية في الروعة هناي العجينة نرى نمشاركها معكم في القناة عدة مرات فقط للتدكير عندي هنايا تقريبا واحد ثلاثة ازلاف ديال دقيق الفرص كبار وعندي ازلافة ديال دقيق الفينو وعندي عندي عندي الملحة وعندي الخميرة وغادي نضيف واحد معي يلقى ديال لاسل غادي نجمع كل شي بالمدافي وغادي ندروي التدلك عن هالعجانة ندروي التدلك مزيان العجينة غاست تكون بين وبين ما قاسحة ما تكونش مرخية بزاف يعني بين وبين ارغا تنشاهدوها معي في الصورة كيفاش غادي تكون غادي نخليها تدلك مزيان ونخليها حتى ترتاح والضاعف الحجم ديالها كيفما كتشوفو معايا كتجي واحد العجينة خفيفة ما شاء الله ما تدروهاش البنات قاسحة ديروها تكون كما كتلكم بين وبين باش كيجي داك المخمر رطب وكيجي فتي وكيجي حتى مفخفخ من الداخل هنايا غادي نحيدها من البول ديال العجانة عنتوما كيفما كتشوفو معايا كتجي خفيفة واللي ما اللي ما قاعدشان نوي عجان كم ما كنقولو حنا ويدلك يجمع العجينة غير يجمعها ويديرها ويديرها في بلاستيغ غدائي ويستعليها ويخليها راهية كيفما كنقولو حنا كتشوفو مع شاء الله هنايا غادي نخرج واحد المخيمرات اللي انني بغيشون من العشة هنخليهم على الحساب الطويجين نديرهم كبار والعجينة اللي غادي تبقى ليا غادي نشكل بها مخيمرات صغيرين وما اللي غادي نعمر في الحشوة انتم ما غادي تشوفوا معايا غادي نديرو مي صغيرين بالنسبة للشكل ديال المخيمرات كبقى لكم الاختيار ديروهم كبار ديروهم صغير ديروهم طوال على شكل أوفال كل واحد كيبقى على حساب الاختيار ديالو وقشنو كيعجبوه انا هنا هنغان ديرو مغير صغيرين كيعجوني صغيرين كيجيو احتى في المنظر زوينين كيكونوا رائعين وحتى ما اللي كان بغيشن مع الحشوة كم ما غادي شوفوا معايا في الصورة كتشيني السهلة نجمعهم كاملين نجمعهم كاملين ونجمعهم كبيرة صغيرين ومن بعد نجمعهم على سطح العمل ونضعهم على جانب نغطيهم بزويف من بعد نجمع بلاستيك سوف نعمر في الحشوة نجمع بلاستيك لن نريد الوجه سوف نقدم الحشوة سوف نقوم بعمل المقلة دفعة سوف تلاحظون في الصورة المقلة نتفذها كل شيء بسلام شلدة رقيقة ثم ترغبوا مقطع رقيق ونقوم بعمل المقلة ونقوم بعمل المقلة حتى يأكلوا معادي سوف تطويل بعد المرات لنقوم بعمل المقلة ونقوم بعمل المقلة كفتا صبغة قولنا ونقوم بعمل المقلة ونقوم بعمل المقلة ونقوم بعمل المكس ونقوم بعمل المقلة أعلى مهيلة و ندير عليها الشعرية الصينية و نحرك فيها هنا العطرية عندي البزار الملحة عندي شوية دي السويسوس عندي تحميرا ديال لادان تفيمي كتبقى اختياريا عندي نص معلقة ديال الموتار و عندي هنا واحد معلقة صغيرة ديال الكيتشوب غادي ندير زيت المائدة و غادي ندير هذه المكونات كاملين كما قلت لكم دفعة واحدة فوق المقلة يتشحروا اليم ستلاحظوا معي كل شيء يطيح و كل شيء يدبل يعني ما غاديش يبقى الخضراء ما غاديش تبقى شها الدفرصة يعني ضغية غادي تبقى كالطيب غير كيقسها الصد ديال البوطة صفرها كتبس و كما قلت لكم الشعرية الصينية انا غادي نوريكم طريقة كيف ندل لها في الحشوة ديال المخيمات باش كتجي بنينة هنا يا من بعد ما وجدت لي الحشوان تما كتشوفوا معايا شحرتها خليتها حتى تشحرات مزيان ما غاديش نطفي البوطة فقط غادي نقص عليها و من بعد غادي نزيد الشعرية الصينية من الذي ينطونا في طرف أجنعد مق players لأنها هطحتها هذه الشعرية الصينية كي نقص البوطة فهييه كتاخذ لده ديال 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 قرع بشخد نطفي شعرية بدونا في أطراف كما كيرم مزيان هذا الطريقة المستطع الزاقته وضغير وضغير صفالة خصوصاً مفضغ من المحاين لا personnel غ heartbreaking أكبر افعل الملكار حقوقها أما ما تريد مخيمة لديها الطريقة هنا من بعد الحشوة تقريبا بردات لا تنسوا الشعرية الصينية ضروري لا تقطع مزيان خصوصا في المخيمرات تقطعها طريقة صغيرة لا تخليها طويلة هنا تبعوا معي الطريقة كيف سنعمر هذه المخيمرات طريقة سهلة وفي نفس الوقت لا تجعل هذه العمارات تخرج هنا سنقرس المخيمرات غير من جناب سنقرس المخيمرات غير من جناب سنطلب الصبعات من جناب نجمع المخيمرات السهلة ونجمع المخيمرات السهلة وناجحة ومضمونة تطور الحشوة السهلة لا تخرج مجمع المخيمرات السعيناء بعد كمس ستبقى مجمع المخيمرات السهلة لذاتية تعرف معي الطريقة كنهزها بالكف ديالي وكان بدك هنجمع الاطراف بهات الشكل والحشوة ضروري ما تبقى الداخل ما خصاش خرج هالطريقة هديرة سهلة كما كتشوفوا معي غير دك الطريفات دك الجناب تنجمعوهم هكا ساهلين وكنعود من بركة اليوم بصبيعاتي كتجي مجموعة وكتجي رائعة ما كتخرش الحشوة من تشي بلاسة وحتى من اللي كنخليهم حتى كترخاو كنقرسهم مجرد ما كنقرسهم كم دن طيف فيهم ما كتخرش الحشوة نهائيا غنعود معاكم محدى اخرى هنا باش تشوفوها غنقرس جناب كيف نماك ديكم ونخلي الواسات ندير الحشوة ونجمع غير جناب ديال هديك القريصة ونبركة اليوم بصبيعاتي صافي وما كنعودش نقرسها غير كنجمعوهم كنحطها حتى ترتاح شوية بالمسخنات المقلة وكن بدأ ندير شوية ديال الزيت ندير واحد البانتو ومدن هزاك الزيت هي رشيشة باش يدهب ليها هاداك الوجه ديالو ميجي مدهب صافي وكن بدأ نطيف فيهم على نار تكون مهيلة باش يطيبو ليدك المخيمرات من الداخل وميجوش مع الجنين طريقة سهلة كنظن واضحة ورا نعودها معكم جوش ديال المرات باش يكون بين لكم سهلة والصراحة كتجي ناجحة هاد المخيمرات كيجي ورائعين كيجي ولدادين حضرهم على مائدة الافطار تحروبهم يمكن لكم كاضافة تزيدوا واحد المعي القديل القرقاع الى كين موجود عندكم انا كتعجبني هاد الاضافة في الحشوات كتجي لديدة وكتعطي واحد المعي القرقاع مختلف فايت لي ديرها معاكم في عدة سيمانات مصيبة معاكم في القناة مجرد ما كتدروا ديك المعي القاعد ديال القرقاع كيكون شوية مطحون كتعطي واحد المعي القرقاع هنا يمن بعد ما سخنت لي المقلاو بدرت فيها المخيمرات كيفما كتلكم مرشيت بشوية الزيت والنار تكون مهيلة اخليهم حتى كيطيبوا مزيان وكياخدوا اللون الذهبي كيكون كنكمل طريقة اللي عندي ديال المخيمرات كنكملهم كاملين بها الطريقة هادي كنطيبا بنفس الشكل كيما كتلكم النار مهيلة شوية ديال زيت كيكون ادو الشكل نهائي ديالهم كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتحضروهم على مائدة الافطار او على اه سحور الاشلا كيجيولدادين حتى لهنا انتهى الفيديو ديالنا كنقول لكم دمتم في رعاية الله وبصحة فطركم ومع السلامة اشتركوا في القناة